أهلا بحضراتكم من جديد النهاردة كان فيه مباراة مهمة جدا في دور الجمهورية للشباب نبين الأهلي والزمالك والمباراة دي كانت حاسمة في اللقب وفي الإعلان عن الفائز ببطولة دور الجمهورية خلينا نقول لحضراتكم الأول نظام البطولة دي لقطات من المباراة ودي أهداف النادي الأهلي الأهلي فاسعة الزمالك بنتيجة 2-1 المباراة كانت تلاحب فيه فرع النادي الأهلي بمدينة نصر ده الهدف الأول للنادي الأهلي تمام وفيه هدف تاني للأهلي هو ده تمام والأهلي أثبت جدارة واستحقاق في الفوز بهذه المباراة لكن الدوري ده كان نظامه ايه؟ هو عبارة عن 3 مجموعات التلات مجموعات طلع منهم عدد من الفرق اللي هم الأهلي الإسماعيلي الزمالك الانتاج الحربي سموحة المقاولين بيراميز سيراميكا وإمبي 9 فرق اتعامل ما بينهم الدوري من دور واحد تصدر الدوري ده بعد مباراة النهاردة النادي الأهلي بالتساوي مع نادي الزمالك في عدد النقاط برسيد كم نقطة؟ برسيد 15 نقطة حلو 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 طيب فين هنا المشكلة؟ المشكلة إن الأهلي طبيعي جدا إن هو فاس باللقب خلاص الأهلي بطل الدوري الجمهورية ليه بقول كده؟ لأن في البعض يقول لك لا أصل الزمالك هو بطل الدوري الجمهورية هنا خناقة يعني الناس بتتكلم فيه إن مين الأحق بالفوز بالبطولة؟ هتيجي تقول لي فين اللايحة؟ هقول لك ما فيش لايحة يا عم إزاي؟ والله ما فيش لايحة اللايحة بالضبط محطوط فيها إيه؟ محطوط إن اللي هيكسب البطولة دي اللي يكون عنده عدد نقاط أكتر بس وستوب على كده هنا بس ما قالكش بقى أصلي طب لو في عدد أهداف عند مين أكتر هو اللي يكسب طب بالمواجهات المباشرة وده الطبيعي ده الإطار الطبيعي والعرف الطبيعي المتعرف عليه في كل دوريات الدنيا تمام؟ فبالتالي إحنا عملنا إيه؟ قبل الحلقة المباشرة تواصلنا مع أحد المصادر بالاتحاد المصري لكرة القدر وسألناه الموقف إيه بالضبط عشان اللغة اللي موجود ده قالك الأهلي بطلا لدوري الجمهورية على أساس المواجهات المباشرة ده مصدر مسؤول في الاتحاد المصري لكرة القدر ومش طالع أقول كلامه خلاص الكلام ده موسق عندنا يعني الكلام ده موسق عندنا بالضبط كده الدوري ده يتحسن بالمواجهات المباشرة وده العرف اللي إحنا متعودين عليه وأنا بقوله عرفي ليه؟ لأنه مفيش لايحة هتقول من اللي يكسب هيعمل إيه بقى اتحاد القورة؟ قراراته هتبقى إيه؟ هنشوف لكن أنا عندي حاجة تانية بالنسبة لي أهم بكتير أهم بكتير من إن الأهلي يفوز أو الزمالك يفوز أو كلام من ده الأهم بالنسبة لي أهداف النادي الأهلي إيه؟ أهداف النادي الأهلي إيه؟ من كطاع الناشئين أنت عملت إيه مع بداية الموسم؟ ركز معي أنت طلعت عشر لعبين من كطاع الناشئين من الفرقة دي اللي فازت بالدوري اللي فازت عز مالك النهاردة ودي معادلة صعبة جدا أنك تطلع عدد كبير من اللاعبين المعارين عشان يكتسبوا خبرات في احتكاك أقوى في الدوري المصري الممتاز فبالتالي يعود بالإفادة على الفريق الأول لكرة القدم وأنك تكسب بطولة زي دي وتكسب نادي الزمالك في مباراة فاصلة ومباراة تحسن بطولة الدوري بالمواجهات المباشرة لأن الدور ده والمرحلة دي من البطولة من خلال دور واحد ما فيش ذهاب وإياء تمام؟ فالأهل مطلع مين من الفرقة اللي كيس بديه؟ الأهل مطلع عربي بدر محمد شكري شادي رضوان بص الأسماء على فكرة لعيبة كبيرة جدا ممكن لنا عارفينها؟ عمار حمدي قدي ربعة محمد عبد المنعم خمسة محمد فاخري تمام؟ أحمد عبد القادر اللي بيتقلق مع سموح قدي سبعة صالح نصر زياد طارق وفارس طارق عشر لعيبة عشر لعيبة بأسماء كبيرة في أعمارهم السنية بتأثيرهم المعروف برى الفرقة دي بيحققوا الأهداف أو بيشتغلوا على الأهداف المطلوبة منهم إنهم يكتسبوا خبرات وده اللي ركز عليه النادي للأهلي وده اللي دايما بيسع عليه النادي للأهلي من خلال قطاع الناشئين لما يكون فيه فرص للبعض إن هو يطلع عارة أطلع عارة عشان يرجع علي أنا بالنفع بعد ما ياخد خبرات في الدوري أشوف مين اللي حقدر استفاد منه فدي معادلة صعبة جدا قدر النادي الأهلي إن هو ينجح فيها وده الأهم بالنسبة لي أيا كان الاتحاد المصري هيقول إيه لأن هناك في الزمائج بيقولك أصلحنا مفروض نكسب بفرق الأهداف نأ إحنا اللي نعرفه واللي كل الناس عرفاه إنه مفروض بالمواجهات المباشرة المواجهات المباشرة هي اللي بتحسم الفائز باللقب في حالة إيه في حالة تساوي عدد النقاط لكن الغريب بصراحة يعني الغريب بصراحة ومش الحاجة الوحيدة الغريبة يعني نشوف حاجات غريبة جدا كتير في الكرة المصرية إن البطولة من غير ليحة معلنة أو ليحة معروفة وده إزاي يا جماعة يعني ده إزاي حاجة برضو من ضمن الحاجات الغريبة لكن في العموم هنسيب الموضوع لإتحاد الكرة نشوف إتحاد الكرة هيعمل إيه لكن تبقى لمصدر مسؤول في إتحاد الكرة تواصلنا معاه من خلال حديث موثق معانا من غير ما نقول أسماء دلوقتي من غير ما نقول أسماء دلوقتي أعلن لنا بشكل رسمي إن الأهل هو بطل دوري الجمهورية بالمواجهات المباشرة بعد تساويه في عدد النقاط مع نادي الزمالك بالرصيد 15 نقطة دي الكصة وده الحتودة بتاعة مباراة الأهل والزمالك في دوري الجمهورية